كيف رح تكون هي المنشآت السطحية المرافقة إلى عمل مشروع توتار في حق الأرض هذا المشروع هام جداً للعراق وقد تم تمديده لمدة طويلة جداً وهو متكون من أربعة مشاريع في مشروع الواحد يبدأ بمشروع المياه حيث يستمد المياه من البحر لإلتاج النفر بدلاً من أخذ المياه من النهر مباشرة والمشروع الثاني هو لبناء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية والمشروع الثالث هو لاستخراج الغاز واستخدامه لتوليد الطاقة الكهربائية بدلاً عن حرقه أما المشروع الرابع وهو لزيادة الإنتاج في حق الأرطاوي خلال هذا الخارطة الأمامنا وضع المشآت السطحية المكملة إلى استثمار الغاز في أرطاوي والحقول الأخرى ومن خلال هذه الخريطة تشاهدون محطة تقرير المياه وتكون هذه المحطة بجانب البحر لاستخدام مياهه في الحقول النفطية يتم تصفية هذه المياه بتحويل الجزيات البسيطة وبعدها يتم استخراج الأكسجين من المياه مباشرة وبعدها تكون المياه جاهزة لتحويلها إلى الحقول النفطية المحطة كبيرة جداً وتنتج حوالي خمسة مليون استثمار الغاز يعني من خلال الحقول نحن هنا سيكون على الخريطة المنشآت يعني نقول المساحة هذه كافية لإنشاء المحطات لاستثمار الغاز من الحقول الستة الذكرها سابقاً والآن ننتقل أقرب إلى البصرة حوالي خمسين كيلومتر من غرب البصرة حيث يتوافر مساحة لبناء جميع المنشآت الغازية في المرحلة الأولى يتم إنتاج أكثر من ثلاثمائة مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً وضحها على الخارطة يعني المساحات والمشآت ممكن أن نوضحها هذا هو مقرها أعتقد أنها واضحة في البداية نبدأ بثلاثمائة مليون وننتهي بستمائة مليون هل هناك تطوير إلى الكادر العراقي المحلي ليعمل إن شاء الله مستقبلاً مع توتر؟ بداية نحب أن نقول أن هناك خمسين بالمئة من الكوادر التي تشتغل مع توتل هم من الكوادر المحلية العراقية والهدف أن نصل إلى مرحلة تشغيل تسعين بالمئة من الكوادر توتال إنرجي من العمال المحلية العراقيين ولكي نصل إلى هذه المرحلة نحتاج إلى تدريب وتطوير الكوادر العراقية ونحن نسعى لذلك المحطة الكهربائية مكانها أو البدء بإنشاء الخطوات الأولى في أي مكان سيكون موقعها موجودة على الخريطة تكون كبيرة جداً حوالي خمسة في خمسة كيلومتر وهي تعد من أكبر محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وهي قريبة جداً من هذه المنطقة أي كلام يحب يوجهه إلى الكادر العراقي اللي إن شاء الله مستقبلاً يعمل بلينك مباشر مع شركة توتال وكذلك إلى المناطق المحيطة بالحقل يعني هذا المشروع هام وكبير ومهم لدولة العراق وله تأثير إيجابي للعراق شركة توتال إنرجيز بالتعاون مع شركة نفط البصرة وشركة أس جي سي ملتزمون بأن يتم إكمال هذا المشروع بالشكل الصحيح والإيجابي نحن نبقى على تواصل في استمرار العمل في مشروع توتال وأرطاوي شكراً لك شكراً لك